موسيقى أهلاً بخميس المجتهد صاحب الإجابات النموذجية أهلاً مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصب الفتحة لا بما أنك شاطر قوي كده يحكي لنا بقى جبت كام في السنوية عامة ويوم النتيجة ده كان عامل إزاي؟ هو هو كان يوم حزين بالصراحة كان يوم حزين؟ آآ آآ لا يعني أنا مش محتاجة أقولها بطريقة أن أنا بعايته لأن كنت فعلاً بعايت ساعتها كان الوزير كلمني الوزير كلمني؟ أنا أريد قصة حقيقة بعد ذلك لا يا دي قصة حقيقة فعلاً الوزير كلمني وقال لي أن أنت أرايب؟ لا 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 ما فيش وسطة أو حاجة لا هو كلمني كده لا أعرفش جاب رقم مني أنا حتى قلت له يعني قال لي لا ما أصلي أنت من الأوائل ع الجمهورية فأنا زعلت بقى بصراحة لأن أنا كنت فاكر أن أنا عبى الأول ع الجمهورية طلعت من الأوائل يعني فيه مني كتير وبعدين انتلعت الأول مكرر أنت تعرف يعني أن تبقى شخص مكرر؟ أول مكرر مش تاني تحتم بيتش تاني لأول مكرر كنت أول مكرر علم رياضة سنة 2001 ومن ساعتها أنا حسنا مكرر يعني حسنا أنا كليشي أنا موجود يعني أنا كتير تفهم؟ وتردت قبلها من وكنت تردت بقى طبعاً ما أعرفش هو التاريخ هستوري هو قرر يخليني مكرر تفهم؟ حسنا بس يعني كصة حزينة طبعاً ما أعرفش هو كان يوم حزين بصراحة أرجوك بس وقف التصويد لو سمحك أهلاً أهلاً بالبيب تاع الحركات غول كانتين أكسم بالله الحركة دي لو أتعملت تاني نقول لك إحنا غول كانتين بما إنك كنت شائي كده فأنا عايزك تحكي لي أكتر موقف محرج مدرس حطك فيه وعقباً ليك بقى تحكي وأنت بتعمل تمارين الصباح لكي تعمل كنت في الفصل وأنا في قول عدادي تقريباً وكنت اسمعت أحد الألفاظ يعني اللي مش كويسة فبقيت أقررها من غير ما أسمع من غير ما أفهم معناها فرحت أقائلها في نص حصة العربي الواحد صاحبي بصوت عالي فالمدرس جات له صدمة فوضاني المكتب واحد اسمه الخبير الروحي وضاني لي إنه اللي هو يعالجني نفسياً وكده أنا لقلت اللفظ وكده فقعد يديني محاضرة ساعتين وكنت مبسوط جداً جيت وأنا خارج من المكتب قال لي عايزك تجيب لي ورقة مكتوب فيها اللفظ وممضية من أهلك فقعدت طبعاً هربان كذا يوم كذا يوم هربان وهو كل مرة يشوفني يقول لي سعبة أو ضبع فأنا أقول له إيه السعبة وإيه الضبع يقول لي الضبع هو الوحش رح أقال له ضبع بعد كده رحت أقائل لأهلي أنا عملت دوشة في الفصل فالمدرس عايزني أبعت الخبير الروحي عايزني أبعت اعتذار وكده كده فكتبت ايه أنا عملت دوشة بأعتذر أني عملت دوشة في الفصل وقمضت أهلي تحتيها رحت واخد الورقة وخليت القمضة في النص وكتبت تحت ايه وشتمت وقلت اللفظ الفلان والدتالي فهو طبعا عارف إن ده كتبه وكده رحت عامل نفسي كنسايدا في الوانزة الخنزير قلت عشان أهرب عامل نفسي اشتباه فقا في الوانزة الخنزير فأقل لي رحت البتاع قلت إنه سوخن فجابه أمي تاخدني وهي بتاخدني لقيت السكرتالي بتقول إيه اللي جاية تاخده وتطلع لي بس طلعت وبتاني زب تعيطه منهارة ونبنى ده ونبنى كده ونبنى كده ونبنى بيام 80 الصباح أنا مش عايز بجامات تانية أصلا قصة دهوير شوية أشياء حياتي مفاعمة طبعا